أذهب إذن مع هذا الخبر حيث أصبح من الواضح حدة التنافس والصراع ما بين داعش والقاعدة بهدف الحصول على السلطة وعلى النفوذ في لقاء خاص مع أخبار الآن قال سعيد الجمحي خبير في شؤون جماعات المتشددة إن مصير هذا الصراع بين التنظيمين هو الاقتتال مؤكدا أن طموحات داعش هي أكبر بكثير من القاعدة أعتقد أن التنافس مصيره إلى الاقتتال وأن طموحات داعش هي أكبر بكثير من طموحات تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة يبدو لي أنه يريد أن يكون إمارة ولكن ذات نفس طويل ولكن على الاعتبار داعش أنه أتى كفرع لتنظيم دولة إسلامية كما هو معروف فبالتالي هو يعتبر أن مقرد تواجد عناصر له في أي مكان اسمها ولاية وإلا لم تكن هناك ولاية على الأرض حقيقية أيضا تنظيم داعش الآن يحاول أن يستقطب عناصره من عناصره ويكتذب طبعا في المقام الأول من تنظيم القاعدة على الاعتبار أن هؤلاء جاهزين ولا يحتاجوا إلى خطاب يجهزهم نحو التشدد فهو ينتقص من أعداد تنظيم القاعدة ومن عناصره وهذا أمر يقلق التنظيم ويبعث على أيضا الاختلاف وهناك عدة حوامل تؤشر إلى أن التنظيم القاعدة وداعش سيكون حتما مصيرهما إلى الاقتتال وهذا أيضا سيؤدي إلى مزيد من الفوضى كما هو حصل في العراق وسوريا